اشتركوا في القناة بيقعد بيباد في بيت عنية وبعد كده ينزل لأرشاليم ويقعد في الهيكل ويعلم ويرجع تاني في آخر اليوم ويبقى في أرشاليم يوم الثلاث المسيح راجع من بيت عنية ونازل على أرشاليم نازل للهيكل فالتلاميذ وروا طبعا احنا عارفين يوم الاثنين كان في لعن التينة وازاي التينة دي يبسط فالتلاميذ بيقولوله ايه يقولوله يا معلم التينة اللي انت لعنتها اهي يبسط المسيح هنا بقى ما تكلمش على بس العبادة الظاهرية لأتكلم كمان عن الإيمان وقال لهم إن كان لكم إيمان تقولون لهذا الجبل انطرح إلى البحر فيانطرح ويوتيع لكم اذا مسيح طالب مننا الإيمان مهم جدا جدا الإيمان كنقطة أنا بس حابب ان انا اقول لكم دي نقطة مهمة حاجة تانية اول ما المسيح دخل الهيكل اليهود على طول استدوه وقالوا له ايه قالوا له من اعطاك هذا السلطان انت بتتكلم بأني سلطان لأن زي ما لما نقرأ في كتابنا المقدس هنلاقي إن كده يعلق الكتاب المقدس عن تعاليم السيد المسيح أنه يقول لك كان يعلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفرسين فالفرسين طول الوقت شايفين إن المسيح لما بيتكلم بيتكلم بسلطان مش بيتكلم زيهم أو زي تعاليمهم العادية عشان كده كان الشعب بينجذب جدا جدا لتعاليم رب المجد يسوع المسيح فقال لهم فقالوا له معمودية يحنى فسألوه استدوه حاوله يستدوه فقالوا له معمودية يحنى كانت من الناس ولا كانت من السماء طبعا هم اتشوروا بينهم بين بعضهم قالوا لو كان من السماء يعني يقول لهم طب انتم مؤمنتوش بيه ليه طب لو من الناس الناس طبعا كانوا عندهم يحنى المعمدان ده ايه حاجة كبيرة جدا واعترافهم على فكرة بيحنى المعمدان هو اعتراف بشخص رب المجد يسوع المسيح لان هم عارفين كويس ان يحنى شهد لربنا يسوع المسيح شهد لي وقال هذا هو الذي يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان انحني واحل سيور حزاب يوم الثلاث من البسخة هو يوم تعليم حيئ سيد المسيح كان في الهيكل وضرب امثال كتير جدا جدا وكان فيها تعليم جميلة جدا من ضمن امثال الجميلة ان ضرب مثل الابنين واحد ابن في ابنين الاب قال لابنه الاولاني يا فلان اعمل الحاجة الفلانية فقال له ها انا زي طيب حاضر وما عملش التاني قال له يا فلان اعمل الحاجة الفلانية فالأول تزمر وبتاع في الاخر ايه فالمسيح هنا بيقول ايه ان تنفيذ مشيئة ربنا تكون بالعمل بالعمل يعني ايه يعني مهم جدا جدا ان الوصية مش اقول الله دي كلام حلو ربنا كلام جميل لا المسيح عايز كلمته تبقى ايه تبقى حياة وتبقى عمل تبقى تصرف وده شيء يعلمنا احباق ان انا كتير ما اقول ان انا مؤمن وكتير اقول ان انا يعني بحب ربنا طيب محبة ربنا هل زهرة في سلوكي هل زهرة في اعمالي هل بنفس كلمة ربنا هل لما ربنا بيوصيني بالمحبة هل انا فعلا حريص ان انا انفذ الوصية ديت ولا لا مثل تاني برضو قالوا ربنا المجد بالمجد يسوع المسيح في يوم الثلاث مثل الكرمين الاشرار وطبعا مثل الكرمين الاشرار كان بيوصف حال الامة اليهودية اللي رفضت كل الانبياء على مر العصور وفي الاخر حتى لما جيه الابن الوحيد رب المجد يسوع المسيح هما رفضوه وصنبوه فعش كده كان المثل ده كان بيشرح حال الامة اليهودية اللي ايه اللي رفضت رب المجد يسوع برضو مثل تاني رب المجد ذكره في هذا اليوم وفي تعليمه في هذا اليوم هو عرص ابن الملك عرص ابن الملك ربنا بيتكلم على الملكوت بتاعه الملكوت بتاعه داعي كل الناس لتدخل السماء ودخول السماء مش لناس الكبيرة او الناس اللي هم مراكز ولا للناس لا ربنا داعي الكل وقال ان فيه ناس رفضت دعوة ربنا يا رب المجد يسوع المسيح عشان كده لازم نراجع نفسنا هل انا ماشي مع الدعوة ديت ولا مش ماشي مع الدعوة ديت في المثل ده كمان ذكر حاجة مهمة جدا جدا ان فيه واحد دخل لعرص الملك وما كانش عليه الثياب العرص او الثياب اللائقة بهذا العرص وده رب المجد برضو بيشير هنا لإيه للاستعداد للملكوت للاستعداد للسماء السماء محتاجة اعداد محتاج ان الواحد يقدم توبة باستمرار والتوبة هي اللي تديني لبس العرص تديني صوب البر اللي يدخل بيه ملكوت السماء برضو برضو كان الفرسيين برضو في مناقشة مع الرب المجد في نفس اليوم عن جواز اعطاء الجزية لقيصر طبعا كل ده تجربة بيجربوا السيد المسيح طبعا مفيش زي حكمة رب المجد يسوع المسيح فقال لهم اعطيه اعطوا مال لقيصر لقيصر ومال الله لله كمان ربنا رب المجد يسوع المسيح اعطى في هذا اليوم الويل للكتب والفرسيين ورسى فيها برضو ارشاليم وقال يا ارشاليم يا ارشاليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليهم برضو من دمن الارايات بتاعة يوم الثلاث كانت لحنلاقيها في صلاة الساعة التسعة في النبوات هتلاقي في سفر التكوين ذاكر في سفر التكوين ذاكر في الساعة التسعة دي كلها قصة الطفان وقصة هلاك العالم ودي حاجة اشارة مهمة جدا 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 للصليب والفداء لان زي ما احنا عارفين ان كان الوقت اللي كان فيه نوح كان الشر انتشر جدا 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 واللي نجى من التفان ثمن انفس اللي هو نوح واولاده التلاتة وعائلته اللي هما ثمن اشخاص وكانت دا برضو اشارة للصليب والفداء وان كان لابد ان يهلك العالم ويبدأ بداية جديدة وخاليقة جديدة والبداية الجديدة والخاليقة الجديدة كانت بالصليب والفداء برضو لما المسيح اكمل كل برضو كان من الحاجات المهمة برضو معلش هي خراب قرشاليم والبسايد المسيح في هذا اليوم انبأ عن خراب قرشاليم وعن هاية العالم وكان طبعا قصد ربنا من كل العلامات دي ان الانسان يستعد ربنا لما بيدينا علامات لنهاية العالم مش علشان نقعد نخاف لكن لكي نستعد علشان ما نبقاش نركن للتراخي ونقول يلا هو النهاردة زي بكرة والبكرة زي بعضه وهو العالم لسه شغال لا مهم جدا جدا ان الانسان يعد نفسه للابدي برضو يقول كده في صلاة الساعة الحادية عشرة لما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب وهنا رب المجد يسوع المسيح بيعلن نفسه انه هو هيجي يوم الجمعة ويتقدم للزبيحة ويتقدم كزبيحة ويصلب عن خلاص العالم كله عشان كده كمان الالحان الجميلة والكنيسة في ترتبها لهذا اليوم ترتيب عمي جدا وجميل جدا تحط القطعة الزيادة في تسبيحة بتاعت كل ساعة اللي هي تسبيحة سوك تاتي جوم تحط القطعة بتاعت مخلصي الصالح تحلن الكنيسة ان الرب المجد يسوع المسيح هو مخلصي الصالح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين تحط القطعة